السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم أعزائنا الطالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث عن Past Perfect الماضي التام الماضي التام يحتوي على قاعدة قبل لا نروح للزمن خلينا ناخذ القاعدة ونشوف شن هي بالضبط هذه هي قاعدة Past Perfect الماضي التام وهذا القاعدة السهلة ان شاء الله وبصيبة القاعدة فاعل زايدا هاد زايد فعل بي تصريف ثالث للفعل زايدا تكمله I had gone to school I had gone to school حسب القاعدة حالة النفي راح نخلي not صير they had not طبعا الهاد ويا الكل تستخدم ويا النفي والجمع وكل ويا المثبت وكل والفعل يكون مجرد دائما يعني عفوا يكون تصريف ثالث دائما ما راح يكون مجرد دائما لا تنسون المجرد يكون فقط بحالتين المضارع البسيط والماضي البسيط يعني هذني يكون نرجع بهم للمجرد أما الوقية فاحنا نمشي على القاعدة ففي حالة النفي نقل فاعل زايدا هاد زايد نات زايد فعل بي تصريف ثالث ثم تكمله they had او اختصارها hadn't worked at school بالنسبة لحالة السؤال فرح نخلي لهاد بداية الجملة وراها فاعل زايدا فعل بي تصريف ثالث للفعل ثم تكمله للجملة هذه هو تركيب الزمن تركيب زمن الماضي التام نجي على الكتاب ونشوف اذا بي ملاحظة مهمة نبلغكم بيها طبعا هذا ما بتحدث عن التركيب هنا هذا كله تركيب ما بيه اي شيء مجرد امثلة وهنا يقول لك قارن ما بين المضارع التام والماضي التام طلابنا العزاء احنا خذنا المضارع التام وقلنا حدث مرتبط بالآن اوكي حدث مرتبط بالآن زين هسه عندنا المضارع التام المضارع التام طلابنا العزاء هو اقدم زمن ويكون اقدم من الماضي اي نعم اقدم من الماضي يعني أنا عندي جملة حدثت بالماضي الماضي التام صاير قبلها قبلها صاير فهو يكون أبعد زمن باللغة الإنجليزية مثال عليها When I come to the parity من جهة للحفلة I found my brother was there had there When I had come to the university I found my brother there من جهة على القسم أو على الجامعة أو على الحفلة لقيت أخويه قبلي إذن هذا الحدث صاير قبله فهذه هي فكرة الماضي التام أبعد زمن باللغة الإنجليزية يكون أبعد زمن وهنا عندي مقارنة ما بين الماضي البسيط والماضي التام الماضي البسيط إحنا قلنا حدث ثم وانتهى يكون بالماضي وانتهى أيضا أما الماضي التام فلأ حدث تم قبل الماضي أقدم زمن يكون هو الماضي التام فهنا شوفي قال لكم استخداماته استخدامتها Action completed before a certain moment in past قبل حدث تم قبل الآن شوف هاي الأمثلة يقول She was at her mother's house كانت بيت أمها بنته جاي خطار عليها حدث بالماضي يعني خلص أمها من أقول She had been at her mother's house لقد كانت في منزل والدتها معناها يعني قبل لا تجي أمها هي كانت موجودة حدث تم قبل حدث هذا هو الماضي التام ترجمة نانسي قنقر